بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بين كل فترة وفترة أخرى نحرص على تغيير نوع الشامبو حتى لا يتأثر الشعر على المدى الطويل وغالبا في اختيارات الشامبو يجب علينا الحرص على أن يكون الشامبو مكوناته أقرب للطبيعة أو نحضره طبيعيا في البيت الشامبو اليوم رائع جدا للشعر بالفيتامين E ولكن هنا الفيتامين E كابسولات الفيتامين E هي للشعر توجد عند الصيدليات ومحلات التجميل كذلك متوفرة الآن هي كابسولات للشعر هذه هي كابسولات الفيتامين E إذا تحصلتم عليها رائعة جدا للشامبو هذا أتمنى تكون واضحة هذه الفيتامين فيتامين E الخاص بالشعر حيث يعد هذا الفيتامين الخاص للشعر أو كل الفيتامين E من أفضل الفيتامينات يسمى بفيتامين الجمال والفيتامين E يعمل على تغذية الشعر والتخلص من كل عيوبه حتى تتحصل على شعر صحي وأكثر قوة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدا لذا هو يحفز نمو الشعر ويحد من تساقطه وجفافه وتكسرها يعطي الشعر اللمعان ويحميه من التلف الناتج من أشعة الشمس ولدينا هنا أروع شامبو يمكن تحضيره بهذا الفيتامين نحتاج قلت إلى كابسولات الفيتامين E غير متوفرة استخدمي أي نوع فيتامين E متوفر سواء كان الزيت أو الكابسولات التي نستخدمها للبشرة أو حتى المتوفرة عند الصيدلي التي نتناولها يمكن استخدامها في هذا الشامبو لا مانع من ذلك ولكن إذا تحصلت على هذه الكابسولات يكون أفضل لنا بها عدة وصفات بحول الله تعالى للشعر وحل مشاكله نحتاج كذلك إلى صابون زيت الزيتون صابون طبيعي 100% يمكن الحصول عليه من العطارات صابون زيت الزيتون أو الصابون النابلسي يمكن تعويضه بصابونة الأطفال أو صابون الغار كل هذه الأنواع من الصابون متوفرة يمكن استخدامها في تحضير أنواع الشامبو الطبيعي وكذلك نحتاج لزيت جوز الهند زيت جوز الهند هنا يناسب جميع أنواع مساميات الشعر يمكن تعويضه بزيت الصبار أو زيت السمسم اختيار زيت جوز الهند هنا قلت حتى يناسب جميع أنواع مساميات الشعر وسبق ووضعت فيديو تكلمت فيه عن أنواع مساميات الشعر واختيار الخلطات لكل نوع منها أولاً نأخذ أثنين ملاعق طعام كبيرة عفواً أربع ملاعق طعام كبيرة من الصابون يكون مبشور ناعم جداً حتى يسهل إذابته وبسرعة أربعة ملاعق طعام كبيرة من الصابون نضيف عليها كوب من الماء المغلي ثم نقوم بتقليب المكونات باستخدام ملعقة خشبية عفواً نقوم بتحريك المكونات حتى الحصول طبعاً على قوام الشامبو الآن نقوم بالتحريك الجيد بهذا الشكل حتى يذوب نهائياً الصابون طبعاً يأخذ منا وقت من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يذوب نهائياً خذ وقتك في تذويب الصابون جيداً بهذا الشكل مع الخلط الجيد مباشرةً نلاحظ أن الصابون بدأ في الذوبان نضيف عندما يذوب الصابون نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند ونخلط المكونات كذلك جيداً مع بعضها البعض نخلط جيداً حتى تنسجم كل المكونات مع بعضها البعض ثم بعدما يبرد قليلاً نضيف ثلاث كبسولات من زيت الفيتامين لهذا الشامبو نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الفيتامين ونخلط المكونات مع بعضها البعض ثلاث كبسولات لهذه الكمية يمكن مضاعفة مقادير هذا الشامبو وسأذكر صلاحية هذا الشامبو ثلاث كبسولات لهذه الكمية ونخلط جيداً أتمنى متابعة فيديوهاتي للأخير وذلك من أجل الاستفادة لأنني أقدم كل المعلومات حتى أنا لدي أشغالي وظروفي مثلي مثلكم نخلط جيداً ويترك هذا الشامبو إلى أن يبرد نهائياً بعدها نقوم بأخذ زجاجة يفضل أن تكون قارولة الشامبو التي نحفظ بها الشامبو من النوع الزجاج لماذا؟ لأن هذا الشامبو مدة صلاحيته شهر كامل نحتفظ به في باب الثلاجة لمدة شهر كامل نقوم بحفظه في زجاجة ويفضل أن تكون هذه الزجاجة داكنة داكنة اللون يحفظ الشامبو هذا هو الشامبو المتحصل عليه رائع جداً له عدة فوائد للشعر حيث أنه يقوم بترطيب شعرك ويحميه من الجفاف يخلص من قشرة الشعر كذلك هو يحافظ على صحة الشعر ويعطيه اللمعان والقوة كذلك يعمل على إطالة شعرك بسرعة ويمنع التساقد ينشط الدورة الدموية بفروة الرأس كذلك له عدة فوائد أنه يعزز نمو الشعر لأنه يحتوي على الفيتامين A يعتبر من المنبهات التي تقوي الشعيرات الدموية مما يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي نمو شعرك بطريقة صحية كذلك هذا الشامبو يحد من نمو الشعر الأبيض أي الشيب لأن هذه الحبوب حبوب الفيتامين E تحتوي على الكثير من مضادات الأكسادة التي لها دور مهم وفعال في الحفاظ على صحة الشعر كذلك يجعل شعرك لامع تدليك الشعر وفروة الرأس بهذا الشامبو بطريقة مناسبة يزيد حيويته وكذلك يجعل شعرك ناعم أملس ويعطيه المزيد من اللمعان كذلك يعمل على علاج التقصف في بعض الأحيان يظهر الشعر بمظهر غير لائق متقصف بسبب الجفاف وهذا بفعل العديد من العوامل من أبرزها استخدام مواد وأدوات تصفيف الشعر وصبغات الشعر لذا أنصح بعمل هذا الشامبو واستخدامه لترطيب فروة الرأس والحصول على شعر حيوي وصحي وخالي من أي مشاكل كذلك أفضل أخذ كبسولات الفيتامين المتوفرة عند الصيدلي أخذها إلى جانب هذا الشامبو لتسري نمو الشعر وتكثيفه لنستفيد من فوائده الرائعة على الشعر عفوا من خلال تناول هذه الكبسولات المتوفرة عند الصيدلي لدي هنا في هذه الوصفة طريقة أخرى لسيروم الفيتامين إي سأستغل الفرصة لألبي طلب إحدى المشتركات طلبت مني سيروم الفيتامين إي للشعر يتمثل استخدام الفيتامين إي كسيروم مغذي للشعر حيث أنه يروج استعمال هذه الطريقة في عيادات التجميل الكبيرة أن نأخذ الفيتامين إي كبسولة من الفيتامين إي طبعا وصفات الشعر حسب طول وكثافة شعرك ونأخذ ربع كوب من الزيت زيت جوز الهند أو زيت السمسم أو زيت الصبار المناسب لمسامية الشعر نقوم بتذويب الزيت ونضع فيه كبسولة من هذا الفيتامين ويوزع السيروم على الشعر بدءا من الجذور وصولا إلى الأطراف مع تدليك فروة الرأس جيدا يترك لمدة ساعة هذا السيروم يترك لمدة ساعة كاملة وبعدها يغسل الشعر بالماء ويفضل أن يكون الشامبو شامبو الفيتامين إي رائع جدا تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع أقصد وصفة السيروم وستلاحظين طول وكثافة على الشعر طبعا مع اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين إي حيث يساعد الفيتامين إي في علاج هشاشة الشعر ومنع تساقطه من خلال تغذية البصيلات والتحفيز على سرعة نمو الشعر نستفيد منه من خلال تناول المأكلات الغنية بهذا الفيتامين وندرجها في نظامنا الغذائي من أبرزها طبعا هي مصادر المكسرات بكل أنواعها كاللوز وكذلك بذور دوار الشمس والحبوب الكاملة لدينا كذلك الجوز الفولي السوداني والحبوب الكاملة ولدينا الزيتون ولدينا كذلك الخضار الورقية مثل السبانخ وكذلك تتوفر في الأرز الأسمر والبيض والحليب واللحوم وبذور الكتان وحتى نبات القراص يتوفر على الفيتامين إي قلت الاحتفاظ بهذا الشامبو يكون في باب الثلاجة فقط لمدة شهر كامل وبعدها نقوم بتجديد هذا الشامبو من الاستخدام للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار من عمر خمس سنوات فما فوق والرجال كذلك يمكنهم استخدامه وبكل أمان بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة